على الرغم من نشر 1800 رجال الاتفاوى الطائرة للسيطرة على الحريق لأن حجم الحريق الهائل الذي شبل جمعة بالقرب من متنزه يوسميت الوطن في كاليفورنيا تضعف أربع مرات في غضون 24 ساعة وذكرت مصلحة الغابات أن الحريق يوصل زيادة في الحجم والاشتعال بنشاطة فيما تم إجلاء المئة من السكان المقيمين بالقرب من المتنزه لقد استغرقنا 15 دقيقة لهروب من منازلنا فقد تمكننا فقط من إخراج أطفالنا وحيوانتنا وبعض الحجية الضرورية لقد كان الأمر صعبا ويتجه للحريق شرقا في المتنزه وغربا صوبة باين مونتيليك إضافة إلى الشمال الغربي ودمر الحريق 16 مبنا وهدد حياة حوالي 4500 شخصا عند منتصف الليل وصل عدد الأشخاص الذين تم جلوهم 162 شخصا وعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارف فيما ذكرت مصلحة الغابات في الولايات المتحدة أن أكثر من 70 ألف هكتار احترق بحلول يوم السبت الماضي